اهلا بكم اعزائي المتابعين في اخر جزء من شرح مادة الاسدل الجزء الخاص بالانترنت وهنا هنبتدي نشرح اخر جزء موجود معنا وبكده نبقى خلصنا مادة الويندوز مبقاش فاضر غير حل امتحان التجريبي الخاص بمادة الويندوز هنشرح النهاردة كل التفاصيل الخاصة بالانترنت وبرنامج مايكروسوفت اوتلوك تابعوني بعد قليل اشتركوا في القناة هي مجموعة من اجهزة الكمبيوتر تبتدي من جهازين او اكتر ماينفعش عندي جهاز واحد وقول عليه ده شبكة بتبتدي من جهازين او اكتر متصلين ببعضهم البعض بغرض مشاركة المعلومات والابليكيشنز والاجهزة بامان وزي الطبعة مثلا وكده بنسميها شبكة كومبيوتر طيب البربس بتاعها بقى اليوزنج بتاع النتورك شيرينج ديتا ان انفرميشن يوزن شيرت ستوريج ديفايزز ان انا بشارك البيانات والمعلومات عن طريق اجهزة تخزين اللي هي بتبقى السيرفر زي ما اتكلمنا قبل كده بيبقى جهاز واحد ما بينهم هو بيبقى الجهاز الرئيسي او السيرفر بتبقى كل الاجهزة شايفة ويقدروا يخزينه الملفات او يخدوها منه بكل سهولة شيرينج ابليكيشن باي اكسس ابليكيشن رانينج ان ريموت كومبيوترز لو انا موجود عندي على جهازي مفيش برنامج معين يعني وعايز استخدمه هو موجود على جهاز تاني في الشبكة موجود في مكان تاني اقدر اعمل ريموت ديسك توب واخده او اعمل ريموت على الديسك توب تحكم عن بعض وقدر استخدم البرنامج ده واعمل المهمة بتاعتي وبعد كده من غير ما ثبت البرنامج عندي كوميونيكيشن يوزنج تول ستش از ايميل طالما فيه شبكة او نتورك انا ببني ميل سيرفر ليهم عشان يقدروا الموظفين بيطوي عن طريق الشبكة يتواصلوا عن طريق خدمة الايميل ويقدروا يبعثوا رسائل ويستلموها بكل سهولة شيرينج از انترنت كونيكشن انا بقدر اعمل مشاركة للانترنت طبعا وشيرينج للاجهزة زي البرينتر يعني ايه يعني لو عندي عشرين جهاز متصلين بشبكة نتورك هل انا محتاج ان انا جيب عشرين برينتر لا انا بجيب برينتر واحدة وبربطها بالعشرين جهاز بحيث اي جهاز من العشرين جهاز دول يدي امر اطباعة هيروح على البرينتر وهيطبع طب لو فيه اتنين ادوا امر اطباعة في نفس الوقت واحد هيطبع والتاني هيكون في الانتظار لحد ما الاولاني ده يخلص اطباعة ببقى فيه عندي نوعين من الشبكة الفيزيكل كونيكشن يوزينج او يوز فيزيكل وايرز اللي هي الاتصال المادي اللي بيستخدم الكيبلز الكابلات وده بيبقى الرمز بتاعها انا بوصل الشبكة بتاعتي كلها عن طريق الكابلات او الوايلس كونيكشن يوز انفرا او راديو فريقونسي الاتصال اللاسلكي اللي بيستخدم موجات الراديو او موجات الاشع الحمراء او تحت الحمراء اللي هي الانفرا الاتصال اللي هو بدون اسلاك عن طريق الواي فاي انا بقدر اعمل شبكة ممكن تبقى من الاتنين فيها اجهزة متصلة عن طريق الاسلاك واجهزة متصلة عن طريق الواي بيبقى فيه انواع كتير من الشبكات بس اشهر نوع شبكة عندي اللي هي الان اللي من خلالها انا بقدر اربط اجهزة في منطقة جغرافية صغيرة ومحددة زي مكتب مدرسة مستشفى عمارة بمن كلهم موجودين في نفس المكان انا لما بجي نزل اي حاجة من على الانترنت كده انا بعمل لها تحميل او داونلود داونلود بخدها من على الانترنت ونزلها عندي على جهاز الكمبيوتر بتاعي طب لو برفع حاجة بقى من جهازي بقى الانترنت بحط الصورة على الفيسبوك على الموقع بتاعي على تويتر على انستجرام كده انا بعمل لها رفع او ابلودينج ان انا برفع الصورة دي على الانترنت تعالوا كده نفتح جوجل كروم ونحاول نعمل داونلود للصورة مثلا خش على جوجل واكتب جوجل بيدي لك السيرش ان انت تسيرش بالامج واكتب ICDL مثلا واي صورة منهم بعمل رايت كليك عليها او بدوس عليها كده الاول ورايت كليك وقل له save image as واقدر ان انا اختار ان انا اغير الاسم هنا واختار مكان التخزين وليكن مثلا الديسكتوب واعملها هنا كده ICDL وهنا باختار type بتاع الصورة بتاعتي PNG او اي لو لها اي صيغة تانية الامتداد بتاعها يعني واقول له save تعالوا كده نروح نشوف على السطح المكتب بتاعي اه دي الصورة بتاعة ICDL نزلت وقدرت ان انا استخدمها بصورة عادية ده عشان اعمل save او داونلود لاي صورة من على الانترنت الابلود باخد الصورة وارفحها على الانترنت بكل سهولة طب ايه هو الانترنت طيب الانترنت يعني الانترنت يعني الانترنت لو بصينا للصورة اللي بترمزلينا كده هنقول ان ده الانترنت بيعدي على الفايروول طب ايه هو الفايروول الفايروول في منه نوعين او جدار الحماية جهاز وده اللي بيقع موجود في الشركات جهاز بوصل منه الاسلاك الاول اللي جاء من الانترنت وبعد كده بوصلها للاجهزة بتاعتي او برنامج وده بينزل باي ديفولت اساسي كده مع اي نظام تشغيل ويندوز طب فايدة الفايروول ده ايه الفايروول بيعمل عملية فلتريشن او تصفية لأي حاجة جاية من الانترنت بيبعد منها الحاجات الضارة اللي ممكن تكون تسبب ضرر لجهاز الكمبيوتر بتاعك وبيدخلك الانترنت الآمن وبعد كده بيعد على السويتش مبدل عشان اقدر اوزع اكبر كامل من الاسلاك فقدرت اوصل لوايرلس اكسز عشان اقدر اوصل لأي جهاز وايرلس للسيرفر للنتورك برينتر لأجهزة الكمبيوتر عشان اقدر استخدمهم عادي جدا طيب عشان اتصل بالانترنت انا محتاج حاجة اسمها ISP او انترنت سيرفز بروفايدر مزود الخدمة الشركة اللي انت بتروح تتعاقد معها عشان يقدر يديلك انترنت زي هنا في مصر مثلا عندنا ويف وضفون اتصالات اورنج فانت بتقدر تختار اي شركة منهم وتشوف باقات الانترنت اللي موجودة عندهم وتقدر ان انت تشترك في الباقة المناسبة لك طيب ببقى فيه اكتر من اتصال بعد ما مزود الخدمة بيعمل معاك العقد ويوصل لك الانترنت بيديلك بقى نوع الاتصال اللي مفروض هيوصل لك الانترنت بي الوائرد نتورك الاتصال السلكي اللي بيبقى عن طريق الدي اس ال بيستخدم الفايبر اوبتكت او الكابل تليفزيون لاين او الفيكسد كابل الكابلات السبتة طيب يعني ايه انا بقى قدر اوصل الانترنت عن طريق الكابل بتاع التلفزيون السلك بتاع ديش اه ده كان اللي بيوصل به الانترنت زمان وعلى فكرة بيستحمل سرعات عالية جدا وكان فيه ناس بتستسهل وتوصل به عشان ينقل الانترنت والقنوات تحت الساتيليت اللي هي القنوات الفضائية اللي اتنين مع بعض بعد كده بقى فيه الفايبر اوبتك اللي هي الكابلات الفايبر اللي هي بتستحمل السرعات العالية عشان يوصل لحضرتك الانترنت اللي هو التلاتين ميجا والميت ميجا سرعة وهكذا فبقدر ان انا اوصل الكابلات عن طريق اي كابل المناسب لياه طبعا البنية التحديدة دلوقتي في اغلى ماسكولار فايبر فبتقدر ان انت توصل الكابل من خلالها فبيوصل لك اليد اس ال على التليفون الاردي وبعد كده بتوصله بالراوتر وتقدر ان انت تستخدم الانترنت عادي جدا فيه عندنا الموبايل فون نتورك شبكات الهواتف المحمولة اللي في الشارع فيه اماكن كتيرة جدا مايبقاش فيها انترنت اردي دي اس ال فتقدر ان انت تعمل باكت انترنت على التليفون وتقدر تتصل من خلال ابراج الشبكة التابعة للشركة دي اللي موجودة في مختلف انحاء الجمهورية بيبقى اسهل للتنقل في الشارع فيها اتصال دي اس ال او الوائلس نتورك الواي فاي بقى ان انت دلوقتي وصلت انترنت فبيبقى يكون الجهاز اللي بيوصل لك الواي فاي اللي بيخليك تتحرك بسهولة مش محتاج كيبلز تبقى مسبتاك او في الاماكن العامة زي المطاعم او الكافيهات او المطارات والفنادق اللي بيكون فيها اتصال انترنت واي فاي مجاني طيب ازاي ان انا باتصل على الواي فاي انا باجي كده على علامة الواي فاي اللي بتقوم موجودة عندي في الويندوز بالشكل ده وبختار منها الواي فاي اللي انا محتاجه وليكن ده مثلا واقول له connect وهو بيعمل connect بيبتدي ان هو يطلع لك الباسورد عشان تقدر ان انت تعمل connect على الشبكة دي بالشكل ده كده بيطلب منك ادخال الباسورد لا انا مش هخش الباسورد انا هعمل connect على الشبكة دي وطبعا دي عشان انا متصل عليها قبل كده فبقدر ان انا اتصل عليها بكل سهولة طيب لو انا بقى مش عاوز الشبكة دي مرة تانية اقدر ادوس على disconnect عشان اقدر افصل اتصال الشبكة بتاعتي من على الواي فاي وعلى فكرة بيجي عليها سؤال في الامتحان فخليوا بالكم من الجزئية دي بشكل كبير بنيجي نتكلم بعد كده ايه هو الويب ايه ده هو فيه فرق ما بين الويب وما بين الانترنت اه وفيه فرق جامد ما بين التعريفين دول ونخلي بالكم منهم عشان بيجي عليها سؤال دايما في الامتحان والناس كتير قوي بتتلغبط في الحتة دي the web the terms of the internet and world wide web or just web are often used interchangeability however the world wide web is collection of linked documents web page and other resources يعني ايه فيه اوقات كتيرة جدا وانت بتخش على اي موقع من اللي انت بتستخدمهم بتلاقيه بيبدأ www.google.com www.youtube.com www facebook.com تعالوا كده نخش على جوجل واندوس ايه زي ما اتكلمنا قبل كده على التأمين بتاع الانترنت htbs فهنلاقي بعدها www.google.com www.google.com اللي هي اختصال world wide web او الشبكة العالمية العنكبوتية الشبكة العالمية العنكبوتية طيب هي مجموعة من المستندات والصفحات او ملايين من المستندات والصفحات المتصلة ببعضها البعض عن طريق الانترنت طيب يعني كده فيه فرقة ما بين التعريفين الانترنت هو مجموعة من الشبكات العامة والخاصة متصلة ببعضها البعض للانترنت لكن الويب هو مجموعة من المستندات او ملايين من المستندات المتصلة ببعضها البعض عن طريق او من خلال الانترنت بنجي نتكلم بعد كده على الURL والURL اللي هو الـ Uniform Resource Locator اللي هو ده اختصار لكلمة او الاختصار بتاع الكلمة دي اللي هو الـ URL اللي هو اللينك اللي بيبدأ بالـ HTTP www.icedl.com اللي دايما بيبدأ بالـ HTTP وطبعا لازم يكون فيه الـ S عشان خاطر السيكيورد طيب اللينك ده او الموقع ده اللي هو بيدل على الدومين الخاص بجوجل يعني انت لو بتيك تكتب له جوجل هو بياخدك ويروح على السيرفر بتاع جوجل بيروح على المكان بتاع جوجل ما ينفعش يكون فيه اسم موقع مختلف او متشابه سوري متشابه يعني ما ينفعش يكون فيه موقعين اسمهم جوجل لما هو ياخدك كده هيروح على أنهي ويبسايت فيهم أنهي موقع فيهم فلازم يكون unique فريد من نوعه فريد من نوعه ما بيتكررش اسم الموقع ده مع اي موقع اخر وفيه بعد كده حاجة اسمها الـ Hyperlink والـ Hyperlink إن يكون فيه متعلم بلون مختلف جوه الصفحة بتاعتك عشان تقدر إن هو ينقلك أو يبقى ليه مهام متحددة تعالوا كده نكتب هنا في السيرش ICDL فلما دخلنا كده على ICDL شايفين كل بالأزرق ده كل ده Hyperlink أو ما هتدوس عليه هيبتدي ينفذ مهام متعددة متعددة زي إيه أول حاجة Take you to different part of the same page إن هو هياخدك لمكان مختلف في نفس الصفحة بتاعتك Take you to a different page within a website هياخدك في صفحة تانية بس في نفس الموقع اللي انت فيه يعني اللي صفحة رقم اثنين أو تلاتة Take you to page into different website هياخدك لصفحة بس في موقع مختلف آخر أول أشهر بقى للهايبر لينك ده Enable you to download file أو launch application video or sound إيه أنت تدوس على الهايبر لينك ده عش تعمل download لملف أو صورة أو تعمل تشغيل لأبليكيشن أو فيديو أو ملف صوتي بنجي نتكلم بعد كده Online Activity Overview أنا بستخدم الانترنت فيه واستخدامات الانترنت كبيرة جدا ومتشعبة بطريقة ضخمة جدا زي ايه؟ زي Information Searching أنت بتقدر بملايين محركات البحث اللي موجودة أو ملايين الصفحات اللي موجودة على الانترنت أن أنت تسرش على أي معلومة أو تبحث عن أي معلومة أنت بتبقى محتاجها Communication التواصل أنت دلوقتي تقدر تبعط رسائل تقدر أن تستقبل رسائل وإميلات وتبعط إميلات تقدر تعمل مكالمات صوت أو مكالمات فيديو عن طريق البرامج المختلفة زي Instant Messages الرسائل الفورية اللي بتدل عليها برامج زي Skype, Viber, Whatsapp أو Gmail أو Microsoft Outlook اللي أنت بتقدر من خلالهم تبعط الإميلات أو الرسائل البرشيسنج دلوقتي بقى فيه كم ضخم جدا من المواقع تقدر تشتري أي حاجة أنت بتبقى محتاجها من وإنت قاعد في مكانك زي علي إكسبرس أمازون والإي باي جوميا نون كل دول اللي بيخلق لك Shopping Card Virtual عرب التسوق افتراضية اللي من خلالها بتقدر أن أنت تجمع السلع اللي أنت عاوز تشريها وتعمل شراء وبعد كده بتدخل بيانات الشراء بتاعتك وبتشتري المنتج وبيوصل لك لحد البيت وبيبقى فيه كمان الدفع عند الاستلام السلينج أو الإي كوميرس دلوقتي بقى جزء لا يتجزأ من مبيعات أي منتج أو أي شركة على الإنترنت لأن أنت بتقدر توصل لأكبر كم من الناس بيبقى متاح 24 ساعة بتقدر أن أنت تعرض المنتجات بتاعتك في فبالتالي بتقدر توصل لقدر كبير جدا من الناس عشان تبيع المنتجات بتاعتك زي أن أنت تخش على اليوتيوب وتتابع كورس أو تشترك في كورس طبع جامعة ما في أي مكان في العالم وتقدر أن أنت 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع تدرس الكورس ده من وإنت قاعد في مكانك وتاخد كورسات من أمريكا من إنجلترا من ألمانيا وده بيسهل عليك عدم التنقل وبيدي لك شهادات معتمدة كمان البابليشنج دلوقتي كم ضخمة من الروايات أو الكتب أو الأبحاث العلمية تقدر تعمل لها نشر عن طريق الإنترنت وتروح لكبان لبرامج بيبقى مختصة بالأونلاين بوكستور تشتري منها الكتب دي أونلاين عشان تقدر أن أنت تقراها بكل سهولة وبقى سهل دلوقتي أنت تنشر البحث أو الكتاب بتاعك عن زمان لما أنت كنت محتاج تروح المطبعة لأ دلوقتي تقدر عن طريق الإنترنت وتوصل لأكبر قدر من الناس في البانكينج أن أنت تقدر تعرف تفاصيل الحساب بتاعك أو أن أنت تدفع الفواتير المختلفة من خلال الإنترنت ولما تكلمنا على البرشيسنج أو أن أنت تشتري حاجة من الإنترنت ده بيتربت بالبانك عشان تقدر أن أنت تدفع تمن السلع دي عن طريق الكريدت كارد جوفرمنت سيرفزز أن أنت الإي جوفرمنت أو الحكومة الإلكترونية اللي أنت من خلالها بتتيح للمواطنين أنهم يقدروا أنهم يستخرجوا جميع الأوراق الرسمية بتاعتهم من خلال الإنترنت الإنترنتيمنت أن أنت تقدر تلعب الجيمز أو تتفرج على الفيديو أو تعمل دولود للمسلسلات والأفلام المختلفة للطرفيه من خلال الإنترنت السوفتوير أكسز أن أنت تقدر تستخدم أبليكيشن مبنية حاجة اسمها ويب بيزد أبليكيشن مبنية على المتصفح مش محتاج أن أنت تعملها دولود وتستخدم الأبليكيشن دي من خلال المتصفحات زي زمان ولعبة المزرعة السعيدة اللي من خلالها أن أنت كنت بتقدر تلعب اللعبة دي من غير ما تعملها دولود كنت أنت بس محتاج أن أنت تفتحها على متصفح الفايل ستوريج أن أنت بقيت بكل سهولة بتقدر أن أنت تخزن بياناتك على الإنترنت من خدمات التخزين المختلفة زي الجوجل اللي هي الجيميل أو الجوجل درايف أو الإيكلاود أن أنت بتخزن البيانات بتاعتك وتقدر أن أنت توصل لها من أي مكان في العالم طالما معاك جهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي واتصال بالإنترنت بنيجي نتكلم بعد كده على search engine أو محرك البحث بيبقى عندنا أكتر من محرك بحث أن احنا بنقدر نستخدمه وأشهرهم طبعا google.com محرك بحث جوجل وعندنا البينج والياهو والدوك دوك جهو طيب محرك البحث يعني إيه يعني أنا بفتح موقع زي جوجل كده ودوس على جوجل وبعد كده باجي هنا في المربع ده أكتب أي حاجة أنا عاوز أعمل عليها search وليكن مثلا ويبتدي يطلع لك بيانات وتخش على ISDL إيرابيا المكان المختص بالشهادة المعتمدة وتقدر ان انت تتابع أي موقع وأي بيانات انت بتبقى محتاجة بتقدر تعمل search بالصور بالشكل ده وتطلع الصورة أو ان انت تسحب الصورة مثلا تعالوا كده نرجع لجوجل ونخش على image ونقدر ان احنا ناخد صورية ISDL دي مثلا كده ونروح نعم بيها search شايفين هيقولك drop search image مثل جوجل لانس بتسيبها زي كده لحظة واحدة بتروح حاطيتها كده drop here بيبتدي يطلع لك بمعلومات عن الصورة والصور المشابهة للصورة دي بيبتدي يجيب لك كل التفاصيل الخاصة بيها بالشكل ده كده وبيطلع لك كل التفاصيل الخاصة بيها ويجيب لك معلومات عن الصورة دي كمان في حاجة كمان ان انت تقدر تحدد السيرش بتاعك بحاجة اسمها advanced search advanced search بروح على setting ومن setting بروح على advanced search بتقدر ان انت من خلال الصفحة دي بتبحث بall these words or the exact word or phrase بعبارة محددة او بجميع هذه الكلمات او بعبارة محددة او ان ان انت بتحدد تبحث باللغة لو انت بتدور ببحث معين باللغة الفرنسية مثلا فتحدد اللغة الفرنسية او تبحث بالمنطقة لو انت عارف ان البحث ده تصدر مثلا في لندن تبحث في منطقة لندن فقط او last update وتبتدي تحدد او تديق البحث بتاعك عشان تقدر توصل للمعلومة بتاعتك بكل سهولة ده بالنسبة للsearch او advanced search بتاعك وانا ازاي ان احنا نقدر نعمل search بالdate والmedia types والlanguage والusing right من ال advanced search ودايما بيجي عليها سؤال في الامتحان فنخلي بالنا من الجزئية دي سؤالين تستخدم search وال advanced search وهنشوفها واحنا بنعمل الامتحان التجريبي بنيجي بعد كده organizing bookmarks يعني انا المفضلة انا عايز اعمل موقع مفضل ليا تعالوا كده نمسح جوجل ده بس كده اهو انا عايز اخلي جوجل ده بدلا ما كل مرة خش اكتب google.com يبقى المفضلة بتاعتي اول حاجة والطريقة السهلة انا بسحب كده وحط جوجل عندي بالشكل ده تمام او ان انا بدوس هنا كده واقول له done او ان انا بعمل folder جديد او باختار folder او choose another folder وبعمل folder وبسيف في bookmarks بتاعتي او المفضلة بتاعتي بحيث ان انا ممكن اعمل category يعني احط مواقع الموسيقى الوحدة مواقع الفيديو الوحدة مواقع الشغل الوحدة وهكذا او من الاعدادات بخش كده على settings وبروح على bookmarks وياما بظهر show bookmarks bar ده عشان يظهر لي المفضلة بتاعتي او ان انا بقول له bookmarks manager وبيظهر لي بالشكل ده واقدر من هنا من الثلاث علامات دول كده اقول له add new folder وسميه مثلا icdl وقول له save واتضاف عنده اهو حيث اول ما احط جوجل فيه مثلا كده اهو اسحابها وحطها جوه ال isdl ادوس هنا هيظهر لي كل المواقع اللي موجودة جوه الفولدر ده او ان انا بدوس على النجمة وانس ان انا دوست على النجمة هو اضاف عندي في البوك ماركز بتاعت البار بتاعتي دي طريقة الطريقة بقى اللي بتيجي عليها الامتحان بتبقى موجودة في انترنت explorer ان انا بروح كده وبقول له من tools او favorite وبعد كده بقول له add to favorite بيظهر لي كده بقول له create لو بختار الفولدر الفولدر بتاع الفولدر او بختار له new folder وبسميه وباختار بقول له create in لو عايز اخلي الفولدر ده جوه فولدر تاني وبقول له add فبيضاف عندي الماسنجر ده جوه الفيفوريت بصوا اهي اضاف عندي من ضمن المواقع الخاصة بالفيفوريت بتاعتي ودائما بييجي في الامتحان على شكل انترنت explorer فنقدر نختار من favorite ونقدر نعمل options بتاعتنا ده بالنسبة للمواقع المفضلة بتاعتي بنجي نتكلم بعد كده على downloading file واحنا شفناها من شوية واحنا بنعمل download للصورة web page printing option طيب انا لو عايز اضبع صفحة الانترنت بعمل ايه من جوجل كروم انا بروح على الثلاث نقط دول اللي هما الخاصين باعدادات المتصفح باعدادات web browser وبختار print ومن print هنا بختار all page يعني عايز كل الصفحات عدد الكابيز والبرينتر المستخدمة وبعد ما بخلص خالص بدوس على print طيب بالنسبة لانترنت explorer فانا بروح على قيمة file وبعد كده بقوله print وده برضه السؤال بيجي على نفس الشكل ده ما بيجيش على جوجل كروم انا بشرح لكم بس التفاصيل نسخة على حسن ما بيطلب مني في السؤال والبيجيش وبعد كده بدوس على print عشان اطبع الصفحة دي الكابيرايت اي حاجة موجودة على الانترنت فهي محمية بحقوق الملكية الفكرية كون ان انت بتروح تنزل الابليكيشن من مصدر غير معروف ده كده انت بتنتهك حقوق الملكية الفكرية وبيعاقب عليها القانون وبتوصل لغرامات ضخمة او حبس فنخلي بالنا طلامة الحاجة او البرامج او الاغاني او الفيديوز او الافلام دي مش متاحة مجانا لازم اروح اشتريها لان انا غير كده هبقى بعرض نفسي للمسألة القانونية وده هيعمل مشكلة كبيرة اي حاجة بتبقى عليها الرمز الكابيرايت او حقوق الملكية ده لازم اخلي بالي منها بنيجي بعد كده على الاعدادات المتصفحات فانا عايز اعمل صفحة رئيسية بالنسبة لجوجل كروم انا بروح على الاعدادات وبعد كده بدوس على الاعدادات وبعد كده باختار حاجة اسمها appearance ومن appearance اما باختار new tape او باجي هنا كده وبكتب الموقع اللي انا عايزه وبكتب الموقع اللي انا عايزه عشان اقدر ان انا اعمل الموقع ده كموقع صفحة رئيسية تعالوا كده لو دست على زرار الهوم هتلاقي بيخش على الموقع الخاص ب ice the al arabia ان انا عملته موقع رئيسي او او ما بدوس هنا بيبتدي ان هو يديفه خلاص كصفحة رئيسية عندي طيب بالنسبة بقى لانترنت explorer انا بروح على tools وبعد كده internet options internet options بيفتح لي الصفحة دي يا اما بكتب الموقع بايدي يا اما بقوله use current انا ما عايز اعمل موقع جوجل مثلا هو الموقع الاساسي بتاعي وبعد كده بقدر من خلال tools واقول على internet options وبعد كده بقوله use current فبياخد الصفحة الحالية هي انها تبقى الصفحة الاساسية بتاعتي او ان انا بكتب الموقع بايدي وبعد كده بقوله اوكي فبتبقى الصفحة الرئيسية بتاعتي طيب تاني حاجة بعد كده managing pop ups كتير مننا عما بيجي استخدم مواقع التحميل اللي موجودة على الانترنت بيبقى محتاج ان هو اول ما بيدوس click شمال جوه الموقع بيفتح له كذا صفحة كده صفحات اعلانات طيب الصفحات دي ممكن تكون كويسة وممكن تكون في منها الدار اللي بينزلك فيروس او بينزلك ملفات للتجسس طيب بلغي البوب ابس دي ازاي بروح على settings وبعد كده privacy and security او هتلاقيها عندك في تحديثات اخرى مكانة هنا advanced وبنزل هنا على site settings وبلاقي هنا في البوب ابس and redirects وبقدر اقول له don't allow او site can be send بوب ابس ان هو يفتح فهن هنا بعمل don't allow ان انا بقفل البوب ابس بالنسبة الانترنت explorer فانا بروح على tools internet options privacy وبعفعل هنا علامة الصح على turn on poop up blocker ان انا بقفل خالص اي صفحات اعلانات ان هي تظهر لي مرة تانية طيب بعد البوب ابس في حاجة تانية عندي اسمها الكوكيز الملفات المتصفح او ملفات تتبع الاستعراض المتصفح الاستعراض يعني ايه يعني اوقات كتيرة جدا لما تيجي تفتح الموقع ده الاول مرة ياخد منك مثلا نص دقيقة او دقيقة عشان يفتح لكن تانية مرة تلاقي فتح معك على طول معنى كده ان هو رمى ملفات الكوكيز عندك الكوكيز دي بتعمل تتبع للمستعرض بتاعك عشان تشوف اهتماماتك وتخزن الموقع ده عندك وتفضلاتك وتخزن كبان ساعات بتبقى مفيدة اه مفيدة جدا بتسهل عليها كتير جدا لكن ممكن اي فيروس يخش يسرق او ساعات بتبقى ضرة ان هي بتسرق بياناتك وتبعدها لطرف تاني فانا بقفل الكوكيز دي ازاي بخش كده على settings و privacy and security هتلاقي عندك هنا حاجة اسمها الكوكيز and other site data وبتقدر تعمل لها بلوك انه هي ما ينفعش انه هو يحط عندك اي ملفات للكوكيز مرة تانية طيب بعد كده بروح على internet explorer tools internet options privacy وبعد كده بخش على advanced وبقدر ان انا بقفل الكوكيز هنا ل الموقع اللي انت فتحه دلوقتي بتعمله clock out prompt انه هو يبتدي يسألك او لأي موقع اخر تقدر تعمله accept او block او prompt انه هو ما يفتحش الموقع ده مرة تانية بعد كده موجود معانا history انا لو بشتغل على اي جهاز وبخزق الجهاز ده او المتصفح ده بيخزن كل المواقع او username او password اللي انت استخدمتها من باول ما بدأت تستخدم المتصفح ده لو انت الجهاز في البيت فيش مشكلة لك لو جهاز في الشغل هيبتدي يخزن كل البيانات بتاعتك وده ممكن يعملك مشكلة كبيرة جدا طيب بمسح ال history ده ازاي بروح كده على المتصفح بتاعي بخش على settings وبعد كده privacy and security clear browsing data وبتدي بقى او advance من last hour ل old time وبتحدد على كل حاجة وبتعمل لها clear لل data بتاعتها طيب الانترنت explorer بروح على tools internet option وباجي هنا هتلاقي فيه browsing history بخش على delete وبعلم على كل حاجة لهو قال لي في الامتحان مثلا delete all browsing history بعلم عليها كلها لهو قال لي حاجة معينة بشوف هو ايه اللي اختار و بقول delete وبعد كده ببقى مسحت كل اللي موجودة عندي في الجهاز بنيجي الاخر جزء موجود معنا في الانترنت وهو الجزء الخاص ب Microsoft outlook نخلي بالنا من حاجة الاوت look اللي موجود في الكتاب حاجة والاوت look اللي موجود في الامتحان حاجة تانية خالص الاتنين مختلفين عن بعض فعشان كده انا هشرح البرنامجين هشرح Microsoft outlook الأساسي اللي بيتثبت على جهاز الكمبيوتر بتاعنا وفي الامتحان التجريبي انا هشرح الاوت look الخاص بالامتحان التجريبي اللي احنا هنمتحن عليه نفس الoptions بس في الاختلاف الشكل الجرافيك بتاعه فعشان افتح Microsoft outlook انا بروح على start وبنزل على حرف O واختار outlook بيفتح معايا بالشكل ده طبعا لو في الاول بيجيب لك تسجيل الايميل فبيفتح معاك بالشكل ده كده عشان تقدر انت تستخدم Microsoft outlook اول حاجة عندك في قائمة home هنا في ال report بتاعتك اللي بيبقي فيها الاعدادات ال new mail وال new items والاعدادات الخاصة بالmail هنا ال navigation اللي بيبقي فيها folders بتاعتك inbox وال draft وال sent items وال delete items والarchived كل folders بتاعتك هنا reading mail الميل اللي بتوصل لك وهنا reading area الميل اللي بتوصل لك عشان تقدر ان انت تقراها هنا emails calendar هنا contacts او زي دليل الهاتف كده والto do last طيب عشان اعمل mail نمشيها واحدة واحدة كده بروح على new mail بيظهر لك options دي التو لازم الشخص اللي انا هبعت الميل لي وليكن مثلا الميل بتاعي at outlook dot com cc التو اقدر حط فيه اكتر من mail cc يعني انا ببعت الميل ده لشخص يكون supervisor على الميل بيشرف او بيشوف الميل ده يعني ايه يعني مثلا هنا انا ببعت لموظف فانا هنا ببعت ليه المدير بتاعه ببعت ليه المدير بتاعه والsubject ده الموضوع بتاع الرسالة في options كبان اقدر اضيف حاجة اسمها pcc private carbon copy اللي هي الرسالة المخفية لو انا الموظف ده ببعت له ببعت لمدير والاتنين كل شوية يقول ان احنا ما بنشوف رسالة والرسالة بتوصل لهم فقدر احط المدير بتاعهم في pcc فهو المدير بتوصل للرسالة لكن الموظف ما بيشوف ان في حد موجود معاه في الميل ده واللي يكن هنا موضوع رسالة اقول test وهنا kindly او dear الاول dear mina ولازم يكون في professional حاجات كده وانت بتعملها زي الكومة اللي بتيجي من حرف وو kindly tick this mail dot br best triggered mina خلصت الكلام ده كله بدوس على send send يعني انا هتجي لي رسالة في الوارد هنشوف دلوقتي المفروض هتاخد مش هتاخد وقت ايه هنخش على الانبوكس هتلاقي في رسالة جات لك زي ما شفنا هنا reading band انت بتقدر تقرأ الرسالة من برا او double click بتقدر تقرأ الرسالة من جوه جوه احنا نقدر نعمل delete او reply ترد على ميناء ولو دوسنا على reply هقول لك to ميناء عبدو وبيبتدي يحط لك الاكاونت بتاعه ويقول لك re هو reply وتقدر تكتب المحتوى بتاعك هنا عادي جدا زي كده وتقول له send فانت كده عملت reply على الرسالة والرسالة هتيجي تاني تمام او ان انا افتح الرسالة زي كده واقول له reply to all هيعمل رد لكل اللي موجودين في الرسالة هنا مش هتبان قوي عشان الرسالة دي ما فياش غير شخص واحد تمام تعالوا نقفل كده او الرسالة جات مرة تانية في الانبوكس وتعمل ريبلاي اهي تمام والريبلاي اضافه طيب تاني اقدر اعمل لها forward فورورد يعني اعمل اعادة ارسال للرسالة دي ان انا هيخفي لك هنا خلاص هنا مفيش حد في الميل اعادة ارسال لشخص ده خدتها من قسم بعدها لقسم اخر وتقدر برضو لو في محتوى تكتبه بالشكل ده ولما المحتوى بيظهر بتقدر ان انت تعدل فيه زي او تضيف حد من بتاعك او تضيف يعني تقدر تضيف صورة مثلا بالشكل ده وتضاف بتاعك صورة كتاب ملف تقدر تضيف عادي جدا تقدر تعمله او لو انت عايز تعمل او تعمله لو جاي مع الرسالة تعالوا كده نبعثها هنقدر نعمله للرسالة ده بالنسبة لل و لل و هيعمل دلوقتي وهتيجي الرسالة اللي فيها بتاعنا عشان نقدر نشوف هل ان احنا محتاجينه ولا لا اهي طبعا الاتاتش بيكون موجود هنا بتقدر تعمله رايت كليك و او بتعمله عشان تعمله دولوت او حتى بتعمله لو انت هتبتدي تبعت الرسالة دي مرة تانية بتقدر اتحاد الرسالة زي كده وتقدر تعمل لها علامة العالم دي اللي هي الفلاج ان الرسالة دي بقت مهمة فقدر يعمل لك بها ريمايندر او حتى ان هي لو انت هتمسحها بالغلط يدي لك تنبيه ويحاول ان هو يقول لك ما تمسحش رسالة طب لو عايز انا اي رسالة منهم احطها في اي فولدر من دول باروح كده وحطها في اي فولدر من دول واسحابها وارميها وعلى الفولدر في عندي كل الميلات اللي انا بعتها وفي عندي deleted items الحاجات اللي انا مسحتها والجنك الجنك ده بقى الفولدر الخاص بالذكاء الاصطناعي بتاع الميل لو في ميل جاي هو شاكك في امره انه ممكن يكون في احتيال في فيروس في اي حاجة بيرحطه لك في فولدر الجنك ميل ده عشان خاطر ينبهك ويقول لك خلي بالك في مشكلة في الميل ده او خليك منتبه من الميل ده الميل ده ممكن يكون في خطورة عليك فده ممكن يعملك مشكلة ده بالنسبة للاعدادات الاساسية بتاعت الميل الكالندر ان انا اقدر اعمل new appointment معاد او meeting ازاي ان انا بحدد التاريخ اللي انا عايزه وقول له new appointment بالشكل ده بقدر اعمل subject والlocation المعاد ده هيكون فين والstart date بتاعه والتاريخ الانتهاء بتاعه ويديني تذكير من الميل بيه بالمعدة اقدر اعمل meeting للموظفين بتوعي بحدد لمين اللي هيكون في الميتنج مكان الاجتماع وابكتب تفاصيل الاجتماع هنا ده بالنسبة للكالندر واده طبعا احدد الكالندر واغيه واحزفه يعني تعالوا كده نعمل meeting هنقول مين وبعد كده هقول اجتماع لبحث الاسعار الجديدة واقول ان هو هيبتدي يوم ستة اتناشر عشان كنت مختار يوم ستة وهينتق برد ستة اتناشر بس من تمانية ونص الصبح لغاية تسعة الصبح هيبقى لمدة ساعة وممكن ناخد الكلمة دي كمان نحطها هنا للموعيد الجديدة واقول send تمام بعد كده خلاص عشان ما بعتش لوكيشن هو عمل كده فبقى هنا المعاد بتاع الابوينت راي كليك عليه اقدر اعمله اقدر ان انا اعمله او او اقدر اعمل او بحدده واعمل من فوق هنا عشان اقدر الغي الاجتماع ده في عندي بالشكل ده كده اقدر اعمل واسجل بقى دليل هاتف خاص بالناس اللي موجود عندي في الايميل بحس ان انا كل مرة مكتبش الميل بتاعهم لا اخزنهم وابتدي اكتب اول حرف فيظهرلي فابتدي ان انا اضيف وبيدي لك كل البيانات والمعلومات اللي انت ممكن تضفها للشخص ده او ان انا اعمل جروب والجروب ده بتختار من الناس اللي متسجل عندك وتضفهم في جروب بحيس انت مثلا جروب العمل فيبعت الميل بتسجل حاجات وتفكرك بها على مدار اليوم اخر حاجة موجودة في الاوتلوك انا بقدر ادوس على فايل واعمل حاجة اسمها اوتوماتيك ريبلاي بفعلها بالشكل ده وبحدد المدة بحيس ان انت لو مثلا الشفت بتاعك بيخلص ثلاثة فتحدد من ثلاثة لتاني يوم الساعة تسعة اي حد يرد يبعت لك بايميل الايميل هنا يرد عليه رد تلقائي برقم او بايميل اخر او بيقول انه هيتم الرد عليه في مواعيد العمل الرسمية ده بالنسبة للميكروسوفت او بالنسبة للجزء الخاص بالانترنت عموما شكرا لكم استنوني في اخر حاجة اللي هي الامتحان التجريبي الخاص بمادة الويندوز هنحل الامتحان التجريبي مع بعض عشان نقدر نكتاز الامتحان بتاع اول مادة وبعد كده هنبتدي نشرح في الفيديوهات القادمة ان شاء الله الميديول التاني الميديول الخاص بالأوفيس وتشتركوا في القناة وتعملوا مشاركة للفيديوهات عشان نقدر نوصل لأكبر عدد ممكن شكرا لكم